بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم عبر قناة دار الإيمان الفضائية من اسطنبول على الهواء مباشرة محدثكم أمجد قرشة الذي يدعو لكم ويبارك للأمة الإسلامية بنصر المرابطين في القدس وبنصر المسلمين وبنصر المجتمعات الإسلامية ألف مباركة أحبتنا في فلسطين ألف مباركة أحبتنا في القدس تخصيصا ألف مباركة للإخوة والأخوات الصامدين اللي أعادونا معاني العزة ورجاء رجاء لكل مدع في العالم إياك أن تحاول أن تنسب لنفسك هذا النصر هذا النصر وهذا التوفيق من فضل الله سبحانه وتعالى كان بفضل الله ثم بهمة المرابطين وغير هيك يعني أرجو من لا يزعم أحد غير ذلك ألف مباركة للعزة ألف مباركة للكرامة ألف مباركة لمن أدرك السر السر ليس بالجيوش والسر ليس بالعدد والسير ليس بقوة السر هو في إيمانك إيمانك بقضيتك وتوكلك على الله وتصميمك وإصرارك والله تحدث المعجزات وهي مثال وراء مثال غزة طبعا مثال هذا أصلا هو اللي قاهرهم في الدنيا كلاته يا جماعة غزة 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 عبارة عن شوكة في حلقهم واللي صار في غزة لأنه كل الكذب اللي بيبنوه خلال كل هالسنوات قاعد بفرط بشكل بسيطة بهالقطاع اللي صغير هذا مثال آخر اللي بيعملوها هؤلاء العدد القلة اللي يمكن يمكن عددهم يجي إيش بسيط جدا مقابل جيوش ومليارات وأعداده ناس ثبتوا صمدوا أصروا وكان الكل عارف أنه أرواحهم قدمت رخيصة انتهى يام نرجع هالواحد بيقول لي آه إيش عملته اللي عملته يكفو أنهم يعيدون إحياء الأمة ويوجهون البوصلة صح وتقول لكل عارف أنه فيه هجم على مستوى العالم ضد الإسلام جزاكم الله الخير كل من أسهم في الواقع وززا الله خير الجزاء أصحاب الأياد المتوضئة والقلوب الطاهرة اللي كانوا يدعموهم من الشعوب من المخلصين سواء من العلماء أو الإعلاميين أو الأشخاص اللي الناس بتسميهم عاديين لكنهم بإذن الله عظماء عند الله سبحانه وتعالى كل من غرد بتغريدة بتويتر ولا عمل فيديو صغير ولا قال كلمة حق ولا عالم صدح بالحق في أي مكان ولا إعلامي خاطر بنفسه حق كلمة حق هؤلاء كلهم بارك الله في جهودهم كان الدعم والمؤازرة وحصلت النتيجة